عبر البيان المشترك الصادر عن قمة مجموعة العشرين في البرازيل عن القلق البالغي إزاء الوضع الكارثي الإنساني في قطاع غزة والتصعيد في لبنان وأكد أن الحاجة الملحة لزيادة التدفق من المساعدات الإنسانية إلى لبنان وغزة موجودة كما أكد البيان أن أعضاء المجموعة متحدون في دعم وقفة لقنار الشامل في غزة ولبنان بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن وخلال القمة دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة مجموعة العشرين إلى زيادة ضغوطهم على حماس لتوصل لوقف الإطلاق النار كما تعاحد بايدن من مواصلة الضغط من أجل إبرام اتفاق في الأسبوع المتبقية قبل مغادرة البيت الأبيض فيما جدد دعوته لإسرائيل للحد من الخسائر المدنية لقد قادت الولايات المتحدة العالم إلى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة وسنواصل الضغط من أجل تسريع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن أمن إسرائيل ويعيد الرهائن إلى ديارهم وينهي معاناة الشعب الفلسطيني والأطفال وأطلب من الجميع هنا زيادة الضغوط على حماس التي ترفض هذا الاتفاق في الوقت الحالي اشتركوا في القناة